خلينا استقبلوا عبر ملعب الوسط المهاجم جون أوكلي اللاعب المحترف واللي يعتبر من الأسماء المهمة في دورينا هذا الموسم أنا سهلا بك جون أوكلي عبر برنامج ملعب الوسط وعلى شاشة الدوليو تي في أهلا بك مؤيد أشكرك كثيرا على الاستضافة في قناة الوسط أنا أقدر ذلك كثيرا شكرا لك شكرا لك لو تكلمنا على البداية هذا الموسم والتجربة الجديدة مع فريق السويحلي كيف يشوفها جون أوكلي أنا سعيد جدا بتواجدي هنا في مصرات مع السويحلي إنه فريق كبير ولديه طموحات كبيرة المناخ والظروف هنا ممتازة وتساعد على النجاح وكل شيء يسير بشكل جيد طيب وجدتكم عديد الصعوبات في مرحلة الدهاب وتحديدا في البدايات رغم تلك الفترة العصيبة لكن جون أوكلي تأقلم وكان هو مصدر السعادة الوحيد ربما في الفريق في كرة القدم الفريق يلعب بشكل جماعي أنا في الحقيقة أعمل بشكل جدي لمصلحة الفريق لأحقق نتائج ترضي الجماهير وزملائي يبذلون نفس المشهود لتحقيق النتائج المرجقوة ورغم الخسائر المتتالية إلا أننا عدنا لسكة الانتصارات بعد تغيير المدرب فبعد قدوم المدرب الجديد الوضع أصبح على ما يرام طيب بعد زي ما أشرت أن الوضع أصبح على ما يرام اليوم هل نقدر نقوله أن السويحلي هدفه السداسي بعد العودة؟ أستطيع أن أقول لك عندما نلعب كرة القدم تكون ممتعة بالنسبة إلينا واللعب مع السويحلي تغير تماما للأفضل وأصبح فريقنا يسير بشكل جيد في البطولة أعتقد أننا الآن نستحق أن نذهب إلى السداسي لأجل المنافسة على اللقب طيب في الفترة الماضية كسبت إدارة السويحلي الرهان بقضية مهمة بالنسبة لجون أوكلي وأيضا كسبت الرهان أمام المقاولون العرب تحديدا انتهاء عقدي مع فريق المقاولون العرب كان لعدة أسباب أبرزها الأسباب المدية فالمقاولون فريق كبير في مصر ولكن كان يجب علي أن أذهب إلى ليبيا للعب مع السويحلي وكما قلت لك سابقا أنا سعيد جدا وأتمنى الاستمرار مع الفريق طيب بما أنك سعيد كيف تقيم الدوري الليبي وكيف شفت الأجواء خصوصا أنك أنت خط عديد المحطات كان آخرها دوري مهم وهو الدوري المصري الفرق بين البطولة المصرية والليبية هو البنية التحتية فالبنية التحتية في ليبيا هي سيئة جدا من ناحية الملاعب والأرضية مقارنة بالدور المصري وأتمنى من الحكومة في ليبيا الاهتمام بشكل أكبر بالملاعب وإنشاء أرضية ذات عشب طبيعي وبالنسبة لمستوى البطولة في ليبيا هو ممتاز جدا وهناك منافسة شديدة بين الجميع بماذا يعد جان أوكلي جماهير السويحلي؟ في الختام شكرا مؤيد والشكر أيضا موصول لقناة الوسط على الاستضافة أعيد جماهير السويحلي في مصراتا بالنجاح وتقديم الأفضل في كل مباراة أقدم التحية أيضا لسيد الرئيس إبراهيم الدبيبة وأحمد الشركسي أقدرهم كثيرا وأقدر الداعم الشخصي لي السيد وليد أشكركم جميعا شكرا جزيلا لك نحن سعادة جدا بتواجدك معنا عبر هذه النافدة شكرا جزيلا لك